هناك بعض الأسئلة يعني لا فائدة منها نعم نعم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال وكان بعض السلف يعني إذا لقي أخاه لا يسأل عن أشياء كثيرة يسأل مثلا كيف حالك الحمد لله أنت بخير نعم يعني ممكن يسألك بعض الناس يقول كم تُعطي زوجتك من مال كم عندك في البنك نقود كم تُعطي زوجتك جميلة؟ لا يسألك بعض الأشخاص يروا أنها خاصة به لا يريد أن تُعطي زوجتك من مالك كم تُعطي زوجتك من مالك كم تُعطي زوجتك من مالك نعم فلا بد أن نجعل مجالسنا مجالس كما عليه السلف كم تُعطي زوجتك من مجلسنا كم تُعطي زوجتك من مجلسنا كم تُعطي زوجتك من مالك مالك لكني هي чطات الامر لكونات ثمانيا هم أبداية من أجلajات المحمين والنصدير ونصدير الأجلال 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 الأجلال